محطة موالية في هذا المنتصف مع الفن السابع ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الرابعة والسبعين يعرض الشريط الكوري الجنوبي احتياجات مسافر في المسابقة الرسمية للمهرجان نتابع التفاصيل مع موفد ميديان إلى برلين بلا المرميت احتياجات مسافر هو الشريط الجديد لواحدين من أساتذات الإخراج السينمائي في العالم الكوري الجنوبي يونغ سانسو هو واحد ممن تحظى أفلامه بالاحترام في كل البقاع ومنها المغرب كان من الضروري أن يحضر بشريطه الجديد لكي يمنح مسابقة مهرجان برلين العالمي لم ستنج تحتاجها المواعد الكبرى الترافلز نيدز اعتمد فيه مرة أخرى على أستاذة في التشخيص هي الفرنسية إيزابي لوبير التي تعرفه ويعرفها جيدا سبق ولعبة الدور الأول في شريطه قبل 12 سنة وحقق العمل كل نجاحات ممكنة وفيما بعد تجربة ثانية شريطه الجديد درس إخراجي بامتياز قدم في عرض عالمي أول علما أن المخرج سبق ونال عدة جوائز في البرلين العلي منذ قبل في محظية زابي لوبير بالتكريم في قصر المهرجان هنا في برلين قبل عامين احتياجات مسافر في المسابقة الرسمية إضافة لشريطين آخرين في عرض أول دائما لونغي ترانجير وأيضا أرشيتكتا لفيكتور كوساكوفسكي مع الإشارة إلى أن الاستعداد الإعلامي بدأ في برلين من الآن لحفل تكريم الكبير مارتن سكوسيزي الذي سيمنح دبا ذهبيا على مشوار واحد من أنجح المخرجين السينمائيين في العالم برلين بلا المرميد ميديا ترجمة نانسي قنقر